تسعة وعشرين يناير الفين واتناشر مر سنة على صورة خمسة وعشرين يناير ومر سنة على يوم تمانية وعشرين يناير والمشاكل اللي حصلت في تمانية وعشرين يناير يوم الجمعة اللي فات لأول مرة بنشوف شوية اختلافات في وجهات النظر ما بين الاخوان المسلمين او الحرية والعدالة وما بين الطيارات الثورية في ميدان التحرير لا تمنى ان الامور تهدى ولا تمنى ان الامور يعودوا مع بعض كده ويتطفقوا مع بعض لانه ما ينفعش الصوار يختلفوا لان الصورة ومصر اهم من اي اختلاف في وجهات نظر النهاردة ضيفي لأول مرة بتشرف بان انا اا اعود معاه وهو الكاتب الصحفي خالد ابو بكر رئيس قسم الاخبار بجريد الشروق صباح الخير يا فاند صباح الخير عليك ليه الشرف انا حضرتك معانا النهاردة يا فاند اه نقينا تمن اخبار ساخنة في تسعة وعشرين يناير الاهرام صفحة اولى اتنين وسبعين ساعة فاصلة في تاريخ الجمهورية الثانية الشروق صفحة اولى التحرير يحيي جمعة الغضب بصلاة على ارواح الشهداء اه اليوم السابع صفحة اولى دعاء صلاة قصر النيل اللهم عليك بالاخوان الخونة وده اللي انا كنت بتكلم فيه في بداية الفقرة الاهرام صفحة اولى وفد مصر في واشنطن يبحث مع كبار المسؤولين امريكيين الازمة حول المجتمع المدني والمعونة العسكرية لمصر الشروق صفحة اولى شركات اللوبي الامريكية تنهي عقدها مع السلطات المصرية الاهرام صفحة اولى خمسة وعشرين مليون ناخب يدلون باسواطم لاختيار اعضاء الشورى اليوم المصر اليوم صفحة ثلاثة اعتصام مفتوح للعاملين في هيئة الاسعاف بصيارتهم امام ماس بيرو الشروق صفحة ثلاثة محافظ الجيزة يدعو البرلمان لاصدار قانون لمصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة ساذ خالد نبتدي من الاهرام صفحة اولى 72 ساعة فاصلة في تاريخ الجمهورية الثانية يعني حقيقة كلنا متبعين الزخم اللي اضافوا الاحتفال الاول باول شمعة في عيد ميلاد الثورة المصرية وما ترفق معها من المطالب مرتبطة بشكل اساسي عودة الجيش الى ثكناته ورفض ما يسمى بحكم العسكر بن قسين ودي كان ملمح رئيسي جدا على اثر المجلس العسكرية اجتمع مع المجلس الاستشاري امس وطالب المجلس الاستشاري بتقديم مقترحات من خلالها يتم التعجيل بتسليم السلطة للمدنيين وانا في حقيقة الامر اللي داية بعض الملاحظات حول هذه المطالب اود ان اوجزها بصراحة يعني انا في اعتقادي ان المجلس العسكري او القوات المسلحة هي بالفعل بدأت في اجراءات تسليم السلطة للمجالس منتخبة شفنا مجلس الشعب وتمت الانتخابات بشيء من النزاهة وشفافية البعض القوات الثورية انا حقيقة اطحقا يعني رغم احترامي لنضالهم طول فترة الثورة 25 يناير ولكني اختلف معهم فيما يخص هذه الجزئية المجلس العسكري بطبيعة الحال زاهب الى سكناته لان هذا هو دوره الوطني وهو اعبر عن هذا مرارا وتكرارا باعتقادي انهم يخضون معركة في الاتجاه الخاطئ من وجهة نظري لان المعركة الحقيقية التي يتعين علينا جميعا ان نراقبها وان نتابعها هي معركة الدستور ففي الوقت الذي كان يتوجب عليه يتوجب على ميدان التحرير وبكافة الاطياف السياسية الموجودة فيه لمنقشة الدستور ومنقشة اللجنة التأسيسية والجمعية التأسيسية التي ستخول بوضع الدستور اتجهنا الى مطالبة العسكر او العسكريين بعبارة اخرى الى العودة الى سكناتهم هم اريدها وارجعوا وانا كنت اتمنى على مصر كلها وهي تحتفل بعام ثورتها الاول ان تناقش ماذا تم خلال هذا العام ماذا حققنا من انجازات حتى نفرح بها وما هي الاخطاء التي وقع فيها الثوار ما هي الانشققات وما هي اسبابها ما هي اليات الوصول الى توافق وطني حقيقي حول دستور يؤسس للجمهورية الثانية بشكل افضل سيد خالد هو معلش هو احنا لو احنا سلمنا السلطة دلوقتي من العسكر او المجلس العسكري لمين والله هو المقترح بانه هو يتم لرئيس مجلس الشعب ولكن رئيس مجلس الشعب يعني معناها ان احنا بنلدي السلطة لحزب الحرية والعدالة لغاية ان شاء الله لما نجيب رئيس جمهورية تاني هل طبعا الاخوان المسلمين اكيد هيكونوا مبسوطين والحرية العدالة اكيد هتبقوا مبسوطة لهم رفض يعني يعني لا يعني ما فيش مانع انه يعني كم شهر يعني اوكي هل الصوار مبسوطين هل الناس اللي دعايا صلاة القصر النيل اللهم عليك بالاخوان الخوانة للخبر اليوم السابع ده هل هيبقوا مبسوطين يعني ان احنا يلا هات السلطة دلوقتي حالا هذا هو الالتباس في المشهد المصري من وجهة نظري يعني القوى الثورية تطالب لديها مجهود رئيسي او هدف رئيسي وهو عدم اشراف المجلس العسكري على وضع دستوري الجديد للبلاد وبالتالي هو فريق منهم يطالب بتسليم السلطة الى البرلمان المتخب الموجود فعلا فريق اخر يطالب بالتبكير بانتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور وهذا يخالف لعلان الدستوري بطبيعة الحال ولكن انا في اعتقادي ان المشاورات في الفترة المقبلة قد تصفر عن الاسراع في تشكيئ في اعداد الدستور من خلال مجلس الشعب يعني من يخول له اختيار الجامعية التأسيسية التي هي مجموعة الميت فارد الذين سيشريفون على وضع الدستوري الجديد للبلاد من مجلس الشعب فقط ولا ننتظر الى ان تنتهي انتخابات مجلس الشورى طيب معنا خلاص احنا النهاردة بداية الانتخابات ومشيين في الاتجاه بتاع مجلس الشورى طيب نبتدي نشوف الشروق صفحة اولى التحرير يحيي جمعة الغضب بصلاة على ارواح الشهداء يعني دي كانت احد مظاهر الاحتفال بيوم جمعة الغضب انا في اعتقادي هذا هو اليوم الحقيقي لثورة 25 يناير مع كامل الاحترام والتبجيل ليوم 25 بعتبره انه كان الشرارة الاولى لكن يوم جمعة الغضب هي التي يعني كان اعطى الشعب سند ودعم قوي للطليعة الثورية لانجاز واسقاط نظام مبارك نظام مبارك سقط يوم 28 يناير ولم يسقط في 11 فبراير الذي هو يوم تناحي الرئيس السابق وبالتالي الاحياء بالصلاة هي عادة مصرية يعني لو رجعت لثورة 19 ستجد ان الاحياء المناسبات الكبرى فيها كان يتم بصلوات مشتركة ما بين المسلمين والاقباط ولك ان تعرف وللمشاهدين ان الشعر الكبير امير الشعراء احمد شوقي له دعاء مشترك صلاته يعني ردده المصريون في كنائسهم وفي مساجدهم في توقيت واحد ليدعو للوفد المصري بالتوفيق في مفاوضاته مع بريطانيا فالاحياء بالصلاة هذه عادة مصرية قديمة ده غير الصلاة بتاعة كبرى الاصر العيني اصر النيل انا اسف امبارح وكان منظر جميل جدا ان الناس بتفتكر شوقها دقها على كبرى اصر النيل لكن اليوم السابع بيقول انه كان دعاء الصلاة دي او جزء من دعاء الصلاة دعاء صلاة قصر النيل اللهم عليك بالاخوان الخوانة والله ده مشهد يعني ان دل على شيء يدل على حالة الانقسام الحادة التي اصبحنا نعاني منها يعني الاخوان او الحزب الحرية والعدالة او الاخوان او ما سميهم ما شئت بعد فوزهم باغلبية او اكثرية في الانتخابات النيابية او في مجلس الشعب يتم الفصائل متعددة من الثوار تضعهم في خانة المجلس العسكري او وكأن هناك تحالف او يعني البعض يقول تواطئ البعض الاخر يسميه تنسيق ايا كان المسمى وبالتالي هم يرون ان الاخوان انسحبوا بالميدان لمصلحتهم الشخصية واصبحوا يتوطئون مع العسكر وكأن القوات المسلحة اصبحت هم انسحبوا امتى يعني هم بيعتبروا ان الاخوان نزلين يحتفلوا هم نزلين يستكملوا الثورة تمام صد فهذه هي المشكلة الحقيقية انا لا ارى المشكلة في هذا الامر انا باعتقادي ان ما حدث من انقسام في الميدان هو باكورة او تسخين للمعركة المقبلة على الدستور الاخوان المسلمون شئنا ام ابينا لديهم اجندة مرتبطة بمحاولة صياغة الدستور بطريقة اسلامية زاد طابع يعلي من بعض التفسيرات ممكن تكون متشددة نسبيا بعيدا عن الوسطية المصرية في حين ان هناك فصائل الاخرى المدنية تطالب ان الدولة المصرية تكون دولة مدنية كما هي مصر منذ انشأ محمد علي او اسس محمد علي مصر الحديثة فهذه هي ارهاصات المعركة المقبلة وحنشوف المعركة اللي جاية دي هتبقى فعلا ما بين مين ومين بس بدايةها فعلا زي ما انت بتقول وشفنا في الميدان التحرير الاخوان والصور بشكل عام تصريحات ساخنة بقالها يومين ما بين امريكا وما بين مصر بخصوص المجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني وجريدة الاهرام صفحة اولى وفض مصر في واشنطن يبحث مع كبار المسؤولين الامريكيين الازمة حول المجتمع المدني والمعونة العسكرية لمصر تعليق حضرتك ايه دي واحدة من المشكلات اللي فرضت نفسها في الاسابيع الاخيرة بعد محاصرة السلطات المصرية للجمعيات الاهلية او منظمات المجتمع المدني او منظمات حقوق الانسان التي تعمل على الاراضي المصرية من دون ترخيص وهذا حق بيفرضه يعني الف باء سيادة سيادة للدولة على اراضيها ولكن هذه الاجراءات المصرية اغضبت السادة في واشنطن الذين يريدون ان يتدخلوا بشكل حصري في بعض الامور الداخلية في مصر اعتقد ان في مجموعة من الامريكان او مجموعة من تبع المنظمات المدنية الامريكية او كذا ممنوعة من السفر في الوقت الحالي لانك بعض الاشخاص التابعين للمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي حوالي 6 اشخاص ممنوعين من السفر منعتهم السلطات المصرية لانهم على قيد التحقيق ولكن انا ما اقدر اشارة اليه حتى نعطي الامر حقه هو ان بعض منظمات المجتمع المدني الاجنبية بشكل عام يعني الامريكية وفي المانية وفي الجنسيات اخرى هذه يجب ان تعمل وفق الاجراءات المصرية لابد ان تحصل على ترخيص كي تزاول العمل حتى يمكن رقبتها ورقبت حسابتها حتى لا يصل الامر بنا الى ان هناك منظمات وجهات خارجية تدفع بمال سياسي الى الساحة المصرية والمال السياسي او الدعم او التمويل انشطة سياسية في داخل اي دولة هذه هي مسل سيادتها والسلطات المصرية بحسب ما اعلنت سيدة فايزة ابو النجا انها لا تمانع من عمل هذه المنظمات ولكن بعد الحصول على الترخيص لكن ده يعني اتوقف قليلا عند هذا الامر سليع لان عندي كذا خبرتين بسرعة يعني البعض ليفسر تصعيد المصري امام هذه المنظمات بان هذا ربما يكون عرض لتوتر في العلاقات المصرية الامريكية وانه لو لا هذا التوتر ما كانت ان تتم هذه الحملة وممكن يكون التوتر ده بسبب انه امريكا ممكن تكون بتعمل ضغوط على البلاد العربية انا متساعدش مصر يعني ما اقدرش لا استطيع ان اجزم بهذا لا اقدرش ان اجزم بدا كان اصلي ممكن تكون بدايتها كده يعني كل الاحتمالات مفتوحة الشروك صفحة اولى شركات اللوبي الامريكية تنهي عقدها مع السلطات المصرية ده رد فعل؟ بطبيعة الحال يعني شركات اللوبي خلينا بس نقول للمشاهد ده مجموعة من الشركات اللي الحكومة المصرية بتاعت اليها بتسويق سياستها الخارجية او احيانا الداخلية في المجتمع الامريكي وعند دوائر صنع القرار الامريكية وده اسلوب متبع في الولايات المتحدة وتتكلف الحكومة المصرية منذ فترة طويلة نحو 555 الف دولار سنويا في هذا الغرض هذه الشركات اللوبي هي مرتبطة اساسا بالمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وبالتالي كاجراء احتجاجي على اجراءات السلطة المصرية من منع بعض الناشطين او بعض من يديروا منظمات اهلية في مصر ده بالاضافة للامريكيان طول الوقت بيلوحوا بالمعونة يعني موضوع المعونة مهم جدا لان المفترض ان الموازنة الفيدرالية التي سيعرضها الرئيس اوباما قريبا تتضمن منح مصر 1-3 مليار كمساعدات عسكرية السنوية وهذا سيناقش في الكونجرس وما لم تعلن هيلاري كلينتون الوزيرة الخارجية الامريكية صراحة بان السلطات المصرية وان الحكومة المصرية تدفع في اتجاه انعاش المجتمع المدني ونحو المضي قدما في الديمقراطية لن تتم الموافقة على هذه المعونة هل اللي بيحصل والتخبط اللي بيحصل في ميدان التحرير حاليا والتخبط اللي بيحصل بشكل او باخر بغض النظر من الصح ومن الغلط في الشؤون الخارجية لمصر مع امريكا مثلا هل ده مش بيدينا الاحساس بانه نعجل في ان احنا يبقى لنا رئيس والله بسألة التعجيل انا يعني ده انا كنت اتفكر يبقى لنا بقى بدون قطع كرامك ناقص يبقى لنا كبير عشان يبقى هو اللي بيتكلم بقى ولا ايه هي المسألة مسألة المؤسسات يعني المسألة لم تعود مسألة فرد هذه وحيدة النقطة الاخرى نحن يعني هناك اي لأن نصل الى خط 30 يونيو المقبل لدينا اقل من اربعة اشهر اربعة اشهر يعني انا في عالم الحسابات وعالم فترة بسيطة جدا وليست فترة طويلة كنت اتفق معك لو ان انتخابات رئاسية كان يتبقى عليها عام مثلا انما ده احنا بنتكلم في اربع شهور واذا اردنا التعجيل من انتخابات رئاسية الان هل المرشحين للانتخابات على استعداد ليه تقصير وتقليص فترة حملتهم الدعائية هل سيستطيع ان يجوب مصر بكاملها انا ما كنتش قصدي ان احنا نعجل انا ما قصديش ان انا عجل زي الاراء اللي بتقول يعني انا قصدي حتى لو احنا عايزين دلوقتي حاليا او مستنيين لغاية شهر اه كمان اربعة شهر يعني لما يسلموا السلطة على حسب الخطة انه يا جماعة نتفق في اليومين اللي جايين دول خلينا نمر بسلام بضد النظر دلوقتي حاليا نسلم السلطة او نسلمها كمان الحل من وجهة نظر يابد ان يكون في محورين متوازين المحور الاول مرتبط بي مرتبط بي فتح الباب لانتخابات الرئاسية وتكليس مجلس الشعب بتأسيس الجماعية التأسيسية التي استطاد على دستور احنا عموما وقتنا خلص الاهرام سوف حول 25 مليون ناخب يدلون بأصواتهم الاختيار اعضاء الشورى اليوم عندنا فقرتين خاصة بمجلس الشورى المصري يوم صفحة ثلاثة اعتصاب مفتوح لعاملين في هيئة الاسعاب بسياراتهم امام ما سبيرو الشروق صفحة ثلاثة محافظة الجيزة يدعو البرلمان لاصدار قانون لمصادرة المباني مخالفة لصالح الدولة ساز خالد ابو بكر رئيس قسم الاخبار بجريدة الشروق شكرا جزيرا لحضرتك شكرا مرسي وانشرفت بحضرتك لأول مرة اقعد مع سيدك في سبقات الصحة شكرا يا فهم هنطبع ليه فاصل او بمعنى صح تقرير عن اكبر طرطة في مصر طرطة دي فين؟ في الغرداء ليه؟ احتفال محافظة البحر الاحمر باعيادها في اطار الاحتفال بالعيد القوم من محافظة البحر الاحمر تم عمل اطول طرطة في مصر بالغرداء تفاصيل في التقرير التالي نهاركو دايما سعيد